في ساحة الميدان الروماني قريبا من الخط الفاصل بين منطقتين باء وجيم حسب تصنيفات أوسلو يبرخ جمل صباستيا بظهر فارغ من السياح أمام سيارات عسكرية إسرائيلية يملأ بطنها جنود وقناصة هذه لقطة تجمع جمل الفلسطينيين البارخ وناقلات الجنود الإسرائيليين على باب المحكمة الرومانية في صباستيا رمزية الضحية والجلاد وغياب القاضي وموت العدالة يعني للأسف قبل فترة حتى أن بعض الأكشاك السياحية والاستراحات تم تدميرها وهدمها من قبل الجيش الإسرائيلي بس لأنها بتشكل وجود فلسطيني على هذا المكان الكتابة عن صباستيا أمر في غاية التعقيد وبصراحة بحثت طويلا ولم أعثر على قاعدة توثيق دقيقة يمكن أن يستقي منها الصحفيون والباحثون معلوماتهم عن تاريخ البلدة يقولون مثلا صباستيا رومانية لأن الحضارة الرومانية ظاهرة على السطح إذن فالأمور سطحية بسطحية لماذا لا نقول صباستيا الفينيقية؟ على كل حال تجنبا للحديث بجهل عن تاريخ مدينة أينما ضربتها بفأس يسيل منها التاريخ سنترك آخاب وإيزابيل والإسكندر الكبير وهيرودوس نائمين بهدوء ونسأل ماذا يفعل يوسي داقان هنا؟ هنا فوق تلة مطلة على ساحة الأعمدة يشرب يوسي داقان رئيس ما يسمى مجلس مستوطنات شمال الضفة الغربية فنجان قهوة بعد جولة في المكان مع رفاقه المحتلين الجدد داقان الذي هاجمت جماعته وفد القنصلية الأمريكية في قرية ترمسعية شمال رامالله بالحجارة والسلاح عام 2015 وكاد يتسبب بأزمة دولية زائفة ثم شارك في تنصيب ترامب رئيسا للولايات المتحدة يبحث اليوم وكل يوم عن مجد له في صباستيا ترك المستوطنون المكان قبل أن يخرج فتية صباستيا من مدارسهم ليبدأوا جولة دفاع عن مدينتهم بالحجارة وأخذ مصور وكالة وفاء من النوبان هذه الصورة لقبعتين لا تقل إحداهما خطرا عن الأخرى فنجان القهوة الذي تركه داقان يبدو أثرا تافها في تاريخ صباستيا وبالمناسبة هذه الاستراحة التي استرخى فيها مستوطنون متطرفون هدمها جيشهم قبل عدة أسابيع فقط لكن الحسابات بالنسبة للبعض صرف اقتصاد في نهاية المطاف لا يبقى في الوادي سوى حجارته وإن كان بعضها منبطحا خرج الإسرائيليون ووصل الألمان فاكتمل المشهد دفع الألمان ثمنا باهظا لضحاياهم الذين تحولوا إلى جلادين لشعب جديد حاول رفع علم بلاده على هذه التلة ففجروا العلم ولغموا المكان لأن يوسي داقان الذي يسكن في مستوطنة شاف شمرون هذه ينزعج من ألوان الفلسطينيين نحن هنا في صباستيا مصرين على أن نبقى صامدين على أرضنا هذه الأراضي أراضي فلسطينية بعيدا عن التسميات السياسية هذه أرض فلسطينية أرض كنعانية مهما فعل الاحتلال نحن صامدون وبقون على هذه الأرض وسنستمر في رفع العلم حتى قيام دولة فلسطين قبل مغادرة صباستيا وصل طلبة فلسطينيون إليها في رحلة مدرسية نادرة ما تنظم في السنوات الأخيرة ورد وجودهم مع موظف من وزارة السياحة والأثار الفلسطينية الروح للمكان صباستيا كاري فلسطينية تقع جنوب نابلس تبعد عن مدينة نابلس تقريبا 12 كيلومتر لا يهم إن زل لسان موظف السياحة والأثار في تحديد موقع صباستيا الجغرافي من مدينة نابلس قال جنوب وهي شمال زلة لسان عفوية فالجغرافيا لا تحرف المهم هو تاريخ فلسطين الذي يأخذه العرب والمسلمون عادة من لسان الرواية الطوراتية عميد شهاد وكالة وفا صباستيا